حملة شعبية يمنية لمقاطعة المنتجات الإماراتية وبحسب القائمين عليها فإن الحملة تهدف لمواجهة نظام بن زايد الذي يخوض حربا ضد اليمنيين ودولتهم وتكشف جرائمه ضد اليمنيين أمام العالم متضمنة بعدا اقتصاديا اللغة التي يفمها قدة الإمارات هاشتاك قاطع طيران الإمارات انتشر بعدة لغات عالمية وحظي بتضامن عربي ودولي واسع عكس كمية الاستياء الكبير من سياسة دولة الإمارات الخارجية تجاه معظم الدول العربية وتسببها بتقويذ السلم في كثير من بلدان المنطقة لم تقتصر الحملة الشعبية على مقاطعة طيران الإمارات بل شملت دعوات لمقاطعة المنتجات الإماراتية مع ما تضمنت الحملة من إثارة تساؤلات حول مستوى التنسيق الاقتصادي بين أبو ضبي وميليشيا الحوثي خصوصاً أنه جرى استهداف معظم المصانع الوطنية ليتبعها لاحقاً إغراق السوق اليمنية بالمنتجات الإماراتية والسعودية فيما تحول ميناء دبي لمحطة تصدير لمعظم المنتجات الذاهبة لليمن في ظل توقف ميناء عدن وسيطرة الإمارات عليه إساءة السياسيين والنشطاء الإماراتيين لقيادات الدولة اليمنية واستهدافهم للجيش الوطني استثار غضب اليمنيين ودفعهم لخوض معركة قد تبدو غير متكافئة إلا أنها قد تكون مؤثرة أيضاً نقل اليمنيون تواجدهم من موقع فيسبوك المفضل لديهم إلى ساحة تويتر الذي يشهد تواجداً ملحوظاً للنخب الإماراتية والخليجية حاملين معهم قضيتهم وغضبهم وهو ما شكل نقلة فارقة في حجم تأثير الدور الشعبي فيما يتعلق بالأزمة اليمنية التي تتعقد كل يوم أكثر من سابقه منذ نحو خمسة أعوان أحدث النظام اليمني في تويتر تأثيراً واسعاً ليس فقط من ناحية إعادة تعريف الأزمة اليمنية وأطرافيا بل وحتى على مستوى الاستجابة حاكم دبي محمد بن راشد تحدث في تغريدة له على تويتر عن ضرورة الحفاظ عما أسمى إرث زايد مطالباً ناشطي بلده بضرورة الابتعاد عن استثارة غضب الآخرين ضد بلده في إشارة للإساءات التي يغرد بها بعض الناشطين الإماراتيين وتعليقاتهم المنفلتة تجاه الوضع في اليمن توجه يشير إلى أن الإمارات تحاول تجاوز الأضرار التي تلحقها بها الحملات الشعبية المناوئة لأدوارها التخريبية في عدد من دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر